السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بمحبين شاببة القبائل في هذه القناة التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد على اخبار شاببة القبائل فقط لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الاعجاب كي يصلكم كل ما هو جديد يعني حصريين عزيز بن عبدي لاعب سابق لشاببة القبائل سوف نعطيكم تسمعوا التصريحات ماذا تكلم وماذا قال عن شاببة القبائل في بلاتو والستوديو كرة القادمة قال لك لا استطيع البقاء طبعا في فريقة يعطي تسبيق للمنتدبين الجدد ويتجهل اللاعبين الذين يدنون بأكثر من ثمانية أجهر شهرية انا هنخليكم تسمعوا ان شاء الله التصريح تعوه وانتم لكم الحكم في التعليقات وطبعا الكلام كان موجه الى الرئيس السابق ملال وكذلك ياريشان لانه لعب مع ملال ولعب مع ياريشان كذلك نخليكم ان شاء الله تسمعوا التصريحات ولكم الحكم في التعليقات شوف انا لكولي حال لانه لت نصف موسم فقط اه فاقا دير لعبت نصف موسم وانا اللي حبيت نروح انا اللي حبيت نعود ندخل كانوا عندي انا عندي اهنا بابا وخويا بركك فاهم دونك ريسيديت نعود ندخل ان شاء الله دونك انا نقولك باللي انا في شابة القبائل مشانا حبيت نروح والناس لي الناس لي قرب اللي كيب والناس لي كنت في فترة الرئيس من لال لا لا انا كنت في العملول في فترة الرئيس من لال ومعد جاء الرئيس جالبير والاخر يا ريشان نعم ما جاء هادوك دونك انا خلاص العام كنت نسلت من شهور مع الرئيس من لال كانوا عندي لي كونتاك بزاف باش نروح مانا بار بارامور لكله بادا انا ما قدبش عليك ما قدش نكون انقرا في حياتي فاهمني دونك ديسيديت نريح فوجه لي سيبورتير هادوك اه يا قات كي تبدل تبدل الرئيس جابيره جديد قال لي قال لي على شهرنا نخلصك درهم من قايتك قال لي تدي القديم وتدي جديد دونك انا درت النية ما درت مع هلا شاكل اولو دونك بدل العام دي مرة العام ما خلصت الاقديم لجديد وبعد دخلوا فيها امورات واحدة اخرى تانية دخل شنو هما كانت لهم مالتا يطنس ما قدبش عليك دونك انا كنكون في فارق وانا نسال درهم انا نسال درهم وانتا تجيب دي جوار جديد تخلصهم وانا ما تخلصنيش باربلا نسيب ما قدرش نريح انا في ذي كيب اكفام ما انا يعني دوم الاسباب لي خلاوك تمشي مشابيب تلقب والله ما انا باش نقول لك باللي خاطئ كي مشيتوا لا انا ما كوش حاب نروح مانبسورتو بلافاصن هادك ما كوش حاب نروح قايتك اه الناس حبتني في الكلاب اذاك انا تاني حبيت الناس ولعبت قلبي مدي تقاوش عندي مدي تقاوش عندي اه نشوف باللي انا الناس بوساتني باش نروح من الفارق هادك ولحقوا اللغار التحم نتمنى ولك توفيق ان شاء الله نتمنى ولك عودة سريعة ان شاء الله ان شاء الله